السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البعض يريد البحث عن صورة مشابهة لصورة عنده أو حاجة مثلا موجودة عنده أمامه مثلا ويبغي يصورها ويبحث في الانترنت عن حاجة مشابهة لها طبعا الطرق التقليدية اللي هي عن طريق الكمبيوتر سابقا ناخذ الصورة ونفلتها في محرك بحث جوجل للصور الآن توفر التطبيقات سهلة الموضوع هذا مثل التطبيق هذا وبالعربي كذلك اللي هو البحث بالصور طبعا فيه أكثر من تطبيق لكننا بستعرض التطبيق هذا على عجالة نفتح البحث بالصور مثلا راح تطلع الشاشة بالشكل هذا نضغط على علامة زايد راح يطلع لنا الكاميرا أو الاستيديو اللي موجود مثلا والله أنا مثلا بصور مثلا عندي كوب قهوة مثلا بالشكل هذا أبصور كوب القهوة هذا بالشكل هذا بعدين أقول أضغط على صح أستطيع أني أحدد كذلك الجسم اللي أنا أبغى أبحث عنه بالضبط مثلا بالشكل هذا بعدين أقول موافق بعدين أضغط على البتون الزر اللي بالوسط بالأسفل الأسود هذا الآن جاري تجهيز الصورة والبحث عنها راح يطلع لنا الآن الصورة المشابهة للصورة اللي صورناها بالكاميرا طيب نبغى نبحث عن صورة مثلا عندنا في الجهاز نختار مثلا الاستيديو على سبيل المثال اختار مثلا الصور راح تطلع لنا مثلا صور الواتساب مثلا خلونا نبحث مثلا عن صورة من صور الواتساب نشوف صورة مثلا نبحث مثلا عن الصورة كل الصور مختلطة مثلا خلونا نبحث مثلا عن الصورة مثلا نحددها كذلك لأجل نبعد الكلام اللي فوق هذا ونقول له موافق نقول بحث طلع لنا الآن الصورة كذلك حتى وينهي موضوع والموضوع اللي طرحتها والصورة المشابهة لها هذا تطبيق بسيط خفيف يفيد في اشياء كثيرة منها بعض الصور اللي تكون موجودة اخبارية مثلا يعني صورة حدث وقالوا مثلا ان الشهر هذا حدث كذا وبعدين جابوا صورة الخبر تستطيع تاخل صورة الخبر تبحث عنها وراح يطلع لك في الانترنت من تطريحات مثل ما تشوفون امامكم الان اخوكم ابو عمر